شي بختصبت النبي لعبيل في المقتصبون اقتصبت العيل العيل وإيه فالابن الاتنين أنهم فنانات حقيقية فعقول لك مش الممثلات المشهدين لا فرق كبير المقتصبون كانت حدثة فظيعة جدا حدثة اجتماعية هزة مصر طبعا أياميها ونت عارف أنها معمولة على حدثة فتاة المعادي اه طبعا المقتصبون يعني يعني أنا بلاجني ساعتها طلبت أن البلاتوي يتفضى خالص ما يكونش في حد موجود غيرك مظبوط أنا والأستاذ سعيد مرزوق الله يرحمه كان شفت شوية حاجات كده أنا عايز أعمل هقول لك على حاجات أنا عمر ما لمست زميلة من الزميلة دول حتى سنين التصوير عمرك ما لمستها لا 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 يعني أقصد ما فيش أي الحاجات دي أنا مضرب عليك واس يعني مضرب يعني ممكن تبع مشهد اقتصاب ملومة المصر غير مجرح مشاعرها على الأقل يعني إيه لا مش فاهم يعني هقول لك يعني فيه ناس نوع من الممثلين اللي مش مضربين بيبقى راسب عنهم انهم بيعملوا المشايد بعنف يعني يمسك جامد يضرب جامد ده حسب تركيبة الممثل وفيش زوملة كتير كده يعني ما بقاش أزوملة تحصل انت عينك بتعبر عن كل شعور المختصر هو ده هو ده اللي انت بتكلم في لا أنا رأيي في فن التمثيل بالذات ان أهم عنصر مع ناصر الممثل العين دي مش أهم عنصر أهم جميع عنصر في الإنسان يعني حضرتك ما بتروح ده أي دكتور أمراض نفسية أول حاجة بيعملها بيعضي بصلك كده وأكتشف شخصيتك من عينيك يعني فمسألت العنف والله عنف دي مهمة جدا في الممثل معنا عملت من أشهر من أشهر مشاهد الاقتصاب مثلا مع الأستاذة الزميلة عزيزة جيدة الليلة علوي وفي التخشيبة نبيلة عاطف كان تعلمت منه الحرص الشديد على التفاصيل نخوفش من التخشيبة الدور كان صعب واختصابك لنبيل عبيد وفي حرائتك والنس كانت فرحانة يعني الناس فرحانة فيها بعد ما موزتني يعني لا لأن فعلا أحداث الفيلم كانت لصالحي يعني هم خوفوني يعني ستكرهني لكن أنا كنت حريص جدا إن بقى في شعرة في فن التمثيل مبين دا كان أول مرة تعمل دور شر بالطريقة لا أنا كنتشفت في دور شر في مع الأستاذ محمد خين الله يرحمه فيلم الثقر أول حادثة المتصاب في السيلمة النصرية كانت الأستاذة يسرة في فيلم الثقر عملت بعض الثقر سهو اللي طبيوس مختلف تماماً عن عن تركيبة الثقر يعني ثم التخشيبة والحريف والمجموعة الأفضل رفضي فعل ناس على التخشيبة إيه كرهوك؟ جايزة أحسن ممثل أحسن ممثل أسلحنا عندنا الشرع لا ينفصل يعني زي ما بيصدق إن في الأخير دا مش حمدي الوزير وإن دا يعني الناس بتصدق بحقيقة أنا في ناس كتير قوي وخصوصاً بعد التخشيبة كانوا بيخافوا يتعاملوا معايا أنا بشوف ناس كنت تجري يعني تشوفني أنا مرة داخل أستنصير أحد الأوتلات يعني داخل ففي واحدة أمها البنت جارب جاري فماش عايزة تركبها لأستنصير